متابعيني الأعزاء على قناة Infotech4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مما لا شك فيه من الفترة الأخيرة المنافسة بقت شديدة جداً مع شاتجي بيتي 4.0 وبدأت تظهر موديلز قوية أيضاً زي كلاود 3.5 سونت اللي عمل تحديث من 3 إلى 3.5 الفترة الأخيرة وبقى فيه كبابلتز عالية وقدرات عالية شاتجي بيتي حابب دايماً أنه هو كده ينوي لمستخدميه أن الخدمة معنا حتكون أفضل وأحسن من خلال announcement أو كل شوية كده يطلع لك notifications يقولك أن شاتجي بيتي دلوقتي has memory across chats زي ما إحنا شايفين قدامنا أول ما حتخش على شاتجي بيتي النهاردة مثلاً لو أنت ما استخدمتوش حتلاقي الwindو دي حتفتح معك بيقولك فيها إيه؟ بيقولك keep the conversation going شاتجي بيتي carry what it learns between chats allowing it to provide more relevant responses بمعنى أن أنت لما بتيجي تعمل new chat وبتتكلم مع شاتجي بيتي فأنت شاتجي بيتي بيتعلم من خلال المحادثة والمناقشة وهتبص تلاقي كل رد بعد كده هيكون متقدم أكتر وأفضل وأحسن في كل نتيجة عن نتيجة يعني أنت ممكن بقى إيه؟ تفضل تشات وتتكلم معيه وترجع تاني في نفس الشات تتكلم معيه يعني الشاتس بتاعتك اللي موجودة عندك في الهيستوري تبتدي أن أنت تتكلم معيه فهتبص تلاقيه وتعلم من كل تفاصيل الحوار اللي دارت وطريقة الحوار اللي دارت ما بينكم فهنا يعني بيقولك أنه حيديك شغل أكتر وأعلى دقة More helpful over time Become more helpful as you chat Remembering the details and the preferences تقريباً هي نفس الموضوع أما بقى لي manage what it remembers You are in control بيقولك أنت لك كل الكنترول تراجع أو أن أنت تعمل clear تمسح memories معينة تعمل restart لشات جي بيتي من الأول توقف setting معين كل ده أنت تقدر تعمله يعني بيفكرك دايماً أنت في إيدك الكنترول علشان الناس اللي بتهتم بموضوع الخصوصية أو privacy تعالوا بقى نبص على الإعدادات لأن من المهم جداً أنت تعرف الإعدادات الخاصة بأي برنامج أنت بتستخدمه إزاي تستخدمه علشان لو أنت عايز تعمل control على ال data بتاعتك وكمان تشوف السيكوريتي الخاص بيها وإزاي تكون نكت بالأبس الحاجات دي مهمة جداً يلا بينا نبص على setting الخاص بحساب شات جي بيتي لو رحت لي الإعدادات الموجودة اللي هي setting تلاقي الإعدادات متقسمة كالتالي general والجنرال موجود فيه theme السيستم أو dark أو light مثلاً أنا أخلي dark وفي عندي always show code when using data analyst يعني تشوف الكود أثناء عملية data analyst ممكن تفعل أن أنت كود دايماً يكون متشاف أثناء عملية data analyst أو لا language auto detect ممكن هنا تختار language مثلاً يكون بالعربية لو حابب هنا حيبتدي أنه هو يقلبه للغة العربية زي ما إحنا شايفين أنا هنا حبتدي تاني أرجع للإنجلش هنا عندي بالنسبة لي delete all chats هنا ممكن يعمل لي delete لكل الشات الموجودة عندي يعني أنا ممكن أدلة كل الشات دي أنا مش عايز أعمل لها delete عايز أحافظ عليها زي ما هي موجودة هنا بالنسبة للpersonalization أنا عندي custom instructions لو في instructions معينة أنت عايز تبديها لشات جي بيتي اللي أنت شغال عليه تخلي شات جي بيتي يتعامل معاك بطريقة تديك better response أو نتيجة أفضل فأنت هنا ممكن تكتب له أنت حابب إيه بالضبط يدهولك وتكتب في customer instructions إزاي الموضوع دا يتم how would you like chat جي بيتي to respond إزاي يرد عليك على فكرة أنت ممكن تستعين chat جي بيتي نفسه عشان تعمل customization للشات جي بيتي تقول له إزاي أعمل customization لشات جي بيتي علشان يعمل data analysis مثلا أو إن أنا أعمل customization علشان يديني وصف معين للصور وهكذا حابتزي أعمل cancel وأرجع بقى للميموري والميموري هنا بيقول لك chat جي بيتي will become more helpful as you chat picking up details chat جي بيتي طول ما هو بيعمل معاك شات بيبتدي إنه هو يتعلم وده اللي إحنا قلناه في الأول هو قال لك إنه هو بيتعلم من طريقة الحوار وكل مرة حيديك نتائج أفضل فأنت لو رحت عملت manage وعملت clear chat جي بيتي's memory الموضوع هنا مش حيساعدك بقى بشكل كبير على إنه هو يديك الإجابات الدقيقة من وجهة نظري ولكن هو عطيك حرية إنه أنت تمسح كل الميموريز في عندي أيضا data controls التحكم في الـ data improve the model for everyone on أنا فتحي هنا on shared links هنا تقدر إنك إنت ت manage اللينكات هنا ما فيش لينك أنا شارته أصلا عم تلو عم تلو عم يتشار export data إنه أنت تعمل export للـ data بتاعتك بيقول لك your account details and the chats will be included in the export the data will be send to your registered email in a downloadable file ممكن لو أنت عملت confirm الـ export كل الـ data بتاعتك هتروح للـ email اللي أنت مسجل بيه الـ download link will expire 24 hours لو أنت حابب أن أنت تعمل download للـ data دي هو اللي حيبعت لك على الإيميل بتاعتك link في كل الـ chats بتاعتك وحيكون اللينك ده بعد 24 ساعة هيبقى expired ده خلاص مش حينفع أنت تستخدمه بيقول لك عملية الـ processing هتاخد وقت شوية وحيديك notification على الإيميل بتاعك هيعلمك على الإيميل بتاعك أنه خلاص هو عمل export للـ data فمن المهم جدا لو أنت عايز تعمل export للـ data بتاعتك اللي موجودة على شات جي بيتي اللي هي شات بتاعتك اللي موجودة بتاني هتروح تدوس على confirm export هيبتدي يبعط لك كل حاجاتك كل الشات بس كل الحاجات دي كلها عن طريق لينك تقدر أنت تحمل من خلاله صالح لمدة 24 ساعة هنا ممكن تعمل تربط الشات جي بيتي بجوجل درايف أو مايكروسوفت وان درايف بيرسونل أو لو لديك حساب وورك أو سكول أيضا تربطه به وهنا تقدر أنت تعمل upload لجوجل دوكس على طول أو وان درايف أو مايكروسوفت وان درايف أيضا بالنسبة للسيكوريتي هنا المالتي فاكتور اثنتيكيشن فاكتور تستخدمها علشان تحمي الأكاونت بتاعك لو أنت مش عارف تعمل أكسس على الأكاونت بتاعك لأي سبب فيقدر أنه يريكوفر الأكاونت بتاعك في الإيميل من خلال الإيميل يرجعه لك مرة تانية look out of all الأكاونت بتاعك فتقدر تعمل look out من كل اللي عليهم حساب شات جي بي تي الستينج لازم نعرف إزاي نعمل السيكوريتي للحساب بتاعنا الحتة بتاع الكونيكتد أبس مهمة الجزء بتاع الدايتا كنترول مهم أما بالنسبة بدي البيلدر بروفايل فالبيلدر بروفايل ده بيكون مهم خصوصا لو أنت في البيت بلان وبتعمل كريات الجي بي تي لأن الكريات الجي بي تي مش هتقدر تعمله غير في البيت بلان وبالتالي الجي بي تي بتاعك لما بيكون بابليك فأنت بتبقى محتاج إن لو عايز الأشخاص اللي بيستخدموا الجي بي تي دي تتواصل معاك فلازم يكون في لينك أو لينك سمحطوطة خاصة بيك وده يكون أفضل طبعا هنا مثلا على سبيل المثال تقدر تحط لو ليك دومين موقع إلكتروني LinkedIn أكاونت بتحط جيت هاب بتحط على تويتر اللي هو X حاليا برضو بتحط هنا بيظهر الإيميل بتاعك لأن ده اللي انت قردي مسجل بيه هنا بيوريك البريفيو أو الشكل اللي حيكون عليه البروفايل بتاعك لما حد حيخش حيلاقيه بالشكل ده ده بالنسبة للبيلدر بروفايل ده بالنسبة للسيتنج من مهم جدا أن انت تعرف إيه هي الإعدادات بتاع HGPT وإزاي كمان تبتدي أن انت تزبطها بما يتناسب معك سواء بقى كنت عايز تعمل كنترول عادية بشكل معيل تعمل كونكت للآب بالنسبة للسيكوريتي كل الحاجات دي اللي احنا تكلمنا عنها النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة Infotech For You زي ما بقولكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سابسكرايب للقناة فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو كنتوا بتشفونا لأول مرة ولو كنتوا من متابعين الأعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته